النهاردة بعد إن شاء الله بداية المشاركة رقم 8 للنادي الأهلي عبر تاريخه للمرة الثالثة على التوالي في مونديال الأندية شايف حضرتك إن النسخة دي من المونديال الأوضاع فيها مختلفة شوية الصعوبات هتبقى أكتر نسبيا من المشاركات السابقة للنادي الأهلي ولا رؤيتك إيه؟ رؤيتي الأول بسم الله الرحمن الرحيم ونقدر نقول الحق أحق أن يتبع يعني إيه الحق أحق أن يتبع ده مش كلامي ولا إخراجي أن ربنا سبحانه وتعالى أن بعد ما إحنا حصل علينا ظلم في نهاء البطولة وأن إحنا ما كناش هنشارك تشاء الظروف وتشاء الأقدار أن المغرب الشقيقي يستضيف هذه النسخة وبالتالي أصبح الوداد هو صاحب الملعب وبالتالي لازم يجي ضيف تاني والضيف هو كان النادي الأهلي فده شرف لنا كلنا النسخة التمنى وده رقم ما حصلش في البطرات كلها حتى بالنسبة لأندي أوروبية ما حصلتش أندي أمريكا لتانية ما فيش لكن إذن ده رقم واحد نعتز بيه كنادي أهلي وجمهورنا الأهلي وجمهور مصري عموما النسخة دي أبو كباتن لها خصوصية في مقامة في توقيت إحنا محتاجينه كنادي أهلي أو كمنطقة عربية إن إحنا بعد كاس العالم وبعد اللي شفناه في كاس العالم للدول فده كاس العالم الأندية فدي مراية لمستوى كل الفرق إحنا لم نشارك في كاس العالم للدول فنشارك في كاس العالم الأندية إذا مصر حاضرة بالنادي الأهلي